اشتركوا في القناة جدا. بس قبل ما اتكلم عن المنحة دي احب اوضح لديه قناتنا وقنات منح من كل الوان. هتلاقوا عليها فرص ومنحة عديدة جدا. بالاضافة كمان دلوي بصية الرسم الخاص بنا. هتلاقوا عليه مقالات جميع المنح اللي احنا بنعرض على القناة وجميع خدماتنا اللي احنا بنوفرها. بالاضافة كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس ويردع عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلن نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة ومنحة النهار هي منحة في دولة ايطاليا مقدمة من جامعة ميلانو. تمام? طيب. بالنسبة للجامعة دي وبالنسبة للتفاصيل عن الجامعة بيقول لك تأسست جامعة ميلانو باسم يوني مي. تمام? آآ في عام الف تسعمية اربعة وعشرين يعني من قديم الازل من السنين طويلة جدا. فبالتاني جامعة تطور من الجامعات العريقة. تمام? آآ هي جامعة بحسية عامة في ايطاليا بها ما يقرب من ستين الف طالب وطالبة دوليين. مسجلين فيها. وطبعا بتحتل ترتيب عالمي ممتاز جدا. من ضمن تلتميت افضل جامعة حول العالم. طيب هنا وصف مختصر عندنا الدولة المتاح فيها الدراسة هي ايطاليا الجهة المناحة جامعة ميلانو. الفئة المستهدفة الطلاب الدوليين. يعني سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. بالنسبة لمستوى الدراسة درجة الماجستير متاحة للماجستير. يعني لو انت في اخر سنة باكدريوس او خلصت باكدريوس تقدر تقدم على الماجستير. وحتى لو درست ماجستير يبلي كدو عايز تقدم ماجستير مرة ت بتقدر. بالنسبة للتمويل المنحة دي تعتبر بما ولا تمويل كبير او تمويل كامل. طيب تقدم جامعة ميلانو للتميز في ايطاليا فرص دراسية متعددة. وبتشمل اه تلاتة وخمسين منحة دراسية بقيمة ست تلاف يورو لكل شخص. تمام? مع الحق في الاعفاء من الرسوم الدراسية. يعني ايه? يعني هيتم اعفائك انك تدفع مصايف الدراسة. بالاضافة كمان هيتم اعطاق ستلاف يورو سنويا عشان تغطي لك تكاريف المعيشة والسكن. ودي حاجة ممتاز جدا. كمان هيكون في مية منحة تانية. اه فيها اعفاء من الرسوم الدراسية كليا فقط. يعني في منحة عندنا. في تلاتة وخمسين شخص. هياخدوا منحة انها ممولة بالكامل فيها اه يعني رأيت بسنة ويغطي لك تكاليف المعيشة والسكن. وفيها اعفاء من الرسوم الدراسة. وفي مية شخص هياخدوا منحة بس فيها اعفاء من الرسوم الدراسة. تمام? طيب شروط التقديم بيطي لك شروط التقديم بسيطة مش معقدة. السجلات الاكاديمية بتاعتك يعني الشهادات التخرج بتا تكسيرة ذاتية. الحاجات دي كلها لازم ترفقها. كافية التقديم. طبعا بس قبل ما اتكلم عن كافية التقديم. اه اه هنا ده جربتنا على واتساب وجربنا على تليجرام يا ريت تنضموا عليهم عشان توصلكم محرس المنح الدراسية فور نزول. بالنسبة لكافية التقديم ينقل للطلاب التقديم عبر الانترنت. تمام? فيه بتقدم عليه وبيتم ومراجعته من قبل لجنة المنح. الموعد النهائي للتقديم هو تلاتين مايو الفين اتنين وعشرين. تمام? طبعا هنا عندنا بعض المراحزات من سوشيو لقناتنا وقناة ملح من كل ايوان بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لا هي فرصة ومنحة انت عايزة وفرص مضمونة القبول لمساعدة للسفر الى هولندا. ملحة دراسية مضمونة القبول آآ في الصين وهي خدمة تجيز الابراء وخدمة تعديم على فرص العمل. ولو عايز هي خدمة والخدمات دي بتلاقي رابط استمرات خدماتنا موجود في صندوق الوصفة اسفل فيديو. كمان بتلاقي موجود هنا بتم لاستمرات الخدمة اللي انت مهتم بيها. واح خدنا دلوقتي بقى نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحة. تيجي تضغط على كلمة تقدم الاندي عشان يفتح معك الاعلان الرسمي. طيب. هنا بيتم تجيز الرابط بتنتظر خمستاشر ثانية حتى يتم تجيز الرابط. بعد كده بيتم توجيهك مباشرة للاعلان الرسمي اللي فيه كل التفاصيل باللغة الانجليزية زي ما انا آآ طبعا قلتها. تمام? طيب. هيفتح معنا دلوقتي الاعلان الرسمي المنحة. ده الموقع الرسمي للجامعة. تمام? آآ هتلاقي كل التفاصيل هنا. احنا مهتمين بالمنحة دي اللي هي فيها كل التفاصيل هنا فيها الراتب السنة والست تلاف يورو لخمسة وخمسين شخص فيها آآ المية شخص سيتم يعفوهم من الرسوم الدراسية فيها كل ده تمام يعني هتلاقي التفاصيل موجودة هنا كمان اخر معادي تلاتين مايو الفين اتنين وعشرين. طيب المنحة دي بتاعها لسه ما تفتحش لما بيفتح هتلاقي بيظهر لك هنا جزء حاجة اسمها او زي ما بيظهر في باقي المنح هنا. لكن المنحة دي لسه ما تفتحش فيها وحتمالها يفتح خلال الا الايام القادمة. فعشان آآ طبعا مش هنقدر نشرح الابليكيشن دلوقتي ان شاء الله هيكون في فيديو منفصل خلال الايام الجاية لما الابليكيشن يفتح. ونشرح فيه كافة التفاصيل وكافية تقديمنا المنحة دي خطوة بخطوة. تمام? فكده بشرحنا كل التفاصيل منحة منحة ممتازة جدا من موالب الكامل. آآ كمان موجود خدمات الاضافية لو حابين تقديموا من خلالنا بشكل احترافي. وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق ولا بقول لكم في المنحة دي. والسلام علي ورحمة الله وبركاته.